أحبك قدام عمي أمرت عمي أنا بصراحة ما كنتش أتوقع منك كده أبدا خالص أمال كنت متوقع إيه؟ أن أنا أرضى بالأمر الواقع وأرتح ليومين وبعدين أرجع لك تاني؟ لا خالص أنا كنت متوقع أن أنت تهدي كده ما تفتكري لي حاجة حلوة؟ ما أنا برضو ليها حاجة حلوة عملتها كتير؟ للأسف اللي عملته معايا يا سيف بيه ومررته ضياعة كل حاجة حلوة جوايا شو تبقى ميت ترفع علي قضية خلعة ساحة أمتي؟ ما هو ده الحل عشان ننفصل لأن حضرتك مش عايز تطلق هطلقيك إزاي أنا أريد أحبك ده أنا أحبك من هنا أنا بقى ما أحبكش ومش طيقة أشوفك ولا أسمع اسمك كمان أعقالي وما تخرجيش العثاريت اللي جوايا عليكي أنا فيا اللي مكفيني وهي يا كلمة بكرة الصبح تروحي تتنزلي عن قضية الخلعة بالليلة لقيكي في البيت مجهزة لعشا ومتشيكي ومستنياني أنت إيه يا أخي؟ عملت أشخد وتهدد وتطلق وترد إيه؟ فاكر الناس اللي حواليت دول عبيد عندك فوق بقولك إيه؟ مش أنا اللي تقالي لأ ومش أنا اللي يطرفها علي قضية خلعة سمعاني؟ ما تخلنيش أحطك في حتة؟ أنا ما حبش أشوفك فيها عيب يا سيف ما يصحش كده بقولك يا عمي عقل بنتك وفهمها إن رصدها بدأ يخلص عندي وإن اللي هي بتحمله ده بيهين رجلتي وأنا اللي يهين رجلتي هستحمله أنا آسف يا حبيبتي على عيني اللي حصل لك يا بنتي معلش أنا قلت إن اخترت لك أم مستهدرة سيدي حرمتك إن كنت تفعيش في قصرة هادية بترعيك متخاف عليك يمكن 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 غلطة في اختياري وغلطة أكتر لما سكت على اختياري الغلط بس مش مقيدة يا بنتي والله والله ما بقيدا إيها في حاجات كتير يا وبتتكتب علينا ما بنعرفش نغيرها لما ممكن مع الوقت رب العباد دينا لو حاولنا وكان عندنا إيمان بالله وكان عندنا إيمان بالله والله هتعدين إن شاء الله أنا باعت باعت لأشاعة بتاعتك والتحاليل للندا وإن شاء الله حبيبتي ربنا موجودة ربنا موجودة ربنا مش هزبنا أنا حبيبي يا بنتي اتخافيش يا حبيبتي ما لا عايزك تخفيك القوي خلي عندك إيمان بالله ربنا كبير يا بنتي ربنا كبير يا بنتي انا بجد ما بقتش عارف انقذ قدم ازاي انت عارف ساعات لما بفكر وحعترف بكل حاجة بيبقى عشان اخلصه واخلص نفسي من الاحساس ده بس ده مش هيعفيكم المسؤولية انا نسي بالعكس ده مهم جدا يوردكو اكتر محرفش انا عارف انا شايف انه اسلم حل دلوقتي على الاقل دلوقتي ان انت تفضلي قاعدة سكتة هو يفضل هربان لغاية لما يظهر دليل برعته لو مسكو مش هيسبوه علو اي كريم خلاص هنروح طيب اوكي انا جايلك حالا اوكي باي مهليش يا امير انا لازم امشي الوقتي خير في ايه احبا اقولك بعدين باي صوحة صوحة ايوان انسي اقفل انتي النهاردة عشان احتمال اتأخر اوكي اوكي باي باي يا اهلا وسهلا يا ميت مرحبا انا وسهلا مساء الخير مساء النور كنا عايزين الكمبيوتر نشتغل عليه هوي بس كده المكان كله تحت امساتي ايه طب يطر السعب كان بقى خمسة جنيه ايه بس احنا عاملين اوفر يعني يقولي خمس ساعات معهم ساعة فريز اظن ان كده بقى في المشتقن بس ايه طب احنا شوية هنييجي تاني اه شكرا ايه ايه خدمة احتعملوكم ايه عملتوا ايه عملتوا يا كريم انا دلوقتي اتأكدت ان هو دا جيجا عرفت ازاي كلمة مستقن ياس دي دايما في بققه واعنين قالها العاليا في تليفون صدق صح زاكيها دا كريم وهم دلوقتي هنعمل معا ايه اعتقد ان راجل دا مش غبي واكيد شايل هارض في مكان امام مش عنده في الصيف هيكون مخبيفين يعني اكيد طبعا سايله في بيته طيب احنا لازم ندخل البيت وده هندخله ازاي بقى؟ انا عندي فكرة هايلة قول بسرعة احنا نخلي يا عاليا تروح تدلع عليه وتفهمون انها عندها مشاكل ومش لقى حكة تباد فيها وتستدرجوا لحد ما تروح عنده البيت انا لا يمكن اعمل التخريف اللي بيقوله دا ابدا دا عشان خاطر قدم يا عاليا ماليش دعو ما تخلو نانسي تعمل كده شمعنا انا انا لأ ما هو ما ينفعش انا لسه كنت عنده مع كريم من شوية في الصعيب عاليا واضح انا مفيش حال غير كده إلاعي ايه يا قلع دي؟ سيستي وعاصل بس إلاعي كده ويعني دلاعي نفسي كده والدلاع عليه شوية وانا عندي شوية اكسسورات في العربية حاجبهاي لكده على لزوم الشغل امري لله عشان خاطر قدم بس بس بقولكو ايه تخليكو ورايا لحظة بلحظة ايه وعتوها عن عينكو ليحصل مصيبة ما تخفيش وشان تسيبك ما تخفيش ما تخفيش يلا قلعي الجاكل بقى ايه كويس كده؟ طبعا مسائل خير يا عاصل يا مسائل انوار الملعلطة بقولك ايه يا اخويا بتعرفليش صاحب المكان هنا فين؟ محسوبك ساد جيجا تفضل يا امر تفضل يزيد فضلك يا اخويا بقولك ايه؟ اقمر يا امر مش عايزين واحدة تشتغل عندكم؟ تشتغل عندنا ده احنا عايزين واحدة نشتغل احنا عندها تشتغل يا جديد بس اي حاجة اي حاجة المهم اشتغل وخلاص انا زروفي وحشة قوي سايبة بيت اهل ومحتاجة الصغل وعايزة كمان مكان التوافي بس كده مستقنص غالي والطلب رخيص يعني هتساعدني؟ اساعدك ده انا اشيلك فوق دي